الاسم المعرف بالإضافة ما معنى اسم معرف بالإضافة؟ هو اسم نكرة مجرد من الألف واللام ومن علاماته التنوين كتاب كتاب كتابا أضيف إلى أحد المعارف فصار معرفة بالإضافة فيسمى الاسم الأول مضافا ويسمى الثاني مضافا إليه فمثلا كلمة كراس وهي نكرة قد تتحول إلى معرفة حين تضاف إلى أحد المعارف خذ كراسك كلمة كراس صارت معرفة بإضافتها إلى الضمير أنت كراسك يضيع كراس الذي يهمل صار الكراس معرفة حين أضيف إلى اسم موصول الذي كراس تلميذ مقطع تعرف الكراس بإضافته إلى المعرف بـ كراس هذا التلميذ جديد تعرفت بإضافتها إلى اسم إشارة هذا انطلاقا من ذلك ندرك أن التعريف يكون بضمير منفصل أو متصل أو باسم إشارة واسم موصول كما يكون مقترنا بالألف واللام وهو ما سنوضحه في الجدول التالي الاسم المقترن بالألف واللام كتاب القواعد كتاب اللغة الاسم المقترن بضمير منفصل أنا نحن أنت أنتي أنتما أنتم أنتن هو هو هي هما هم هن الاسم المقترن بضمير متصل كتاب صديقك اسم إشارة هذا هذه هذاني هاتاني هؤلاء أولئك ذاك تلك اسم موصول التمرين الأول أكمل باسم معرف من الأسماء التالية أخي الصغير الطفل الكراس التلميذ واحد استلقى على الفراش اثنان كتبت على جملة مفيدة ثلاث هذا كتاب الإجابة واحد استلقى الطفل على الفراش اثنان كتبت على الكراس جملة مفيدة ثلاث هذا كتاب التلميذ التمرين الثاني اجعل الأسماء النكرة معرفة بالإضافة شاب في العشرين من العمر نحيف طويل جميل دق جرس فصطف تلاميذ وأمرهم مدير بالدخول سافر ابن إلى الخارج لمواصلة دراسة والحصول على شهادة أبو شاعر تونسي من مواليد واحتي الإجابة شاب في العشرين من العمر نحيف الجسم طويل القامة جميل المنظر دق جرس الدخول فاصطف تلاميذ الفصل وأمرهم مدير المدرسة بالدخول سافر ابن جارنا إلى الخارج لمواصلة دراسة هي والحصول على شهادة الدكتورة أبو القاسم الشاب شاعر تونسي من مواليد واحتي الجريد التمرين الثالث أصنف الأسماء المعرفة بالإضافة في الجدول التالي عاد أبو أحمد إلى البيت منهوك القوة بعد يوم قذاه في حقله يزرع تارة ويسقي طورا أما زوجته أم الخير فقد كانت تنتظره بفارغ الصبر داعية الله أن يوفقه وأن تكون صابة الغلال ممتازة الإضافة إلى المعرف بأل الإضافة إلى الضمير الإضافة إلى اسم علم الإضافة إلى المعرف بأل صابة الغلال الإضافة إلى الضمير منهوك القوة حقله زوجته الإضافة إلى اسم علم أبو أحمد أم الخير